الحلقة اللي فاتت أنا جبت لحضراتكم كلام الكابتل خطيب عندما كان نائبا لرئيس النادي وكان بيتكلم على الكابتل محمد أبو تريكا والتضحيات اللي عملها كابتل محمد أبو تريكا علشان سبسة مليون دولار علشان يفضل متواجد في النادي الأهلي فأنا جبت لحضراتكم إيه اللي حصل أو طريقة الشغل داخل النادي الأهلي بتبقى عاملة إزاي كابتل خطيب كان ساعتها نائب رئيس النادي وعضو لجنة الكرة في ذلك الوقت اللي كان فيها عظماء كابتل حسن حمدي وكابتل طريق سليم وكابتل خطيب كابتل خطيب قال لما جلنا لما كلمني رئيس النادي الهلال رجعت اللجنة الكرة وتكلمت معاهم أولا رجعت للمدير الفني وتكلمت معاه وبعد المدير الفني اتكلمت معاه وعرفت رأي المدير الفني اللي قالك برضو الرقم كبير اعرفه رأي اللاعب نفسه وبعد كده رجعت اللجنة الكرة اللي شافت برضو ان احنا نعرف رأي اللاعب فانا كابتن خطيب ساعتها هيعني اتكلم مع كابتن محمد أبو تريكا لأنه كانوا مسافرين اليابان فالكابتن أبو تريكا قاله طب أنا لما أرجح هقول لحضرتك الموضوع هاي عن إيه فأبو تريكا وهو واقف في المطار كان فيه جمهور كتير متواجد فشجع النادي الأهلي وطبعا كان الموضوع انتشر فعرفه فبيقوله شجعه محمد أبو تريكا وقال له احنا عايزين اكتكامل معانا جمهور النادي الاهلي قال له عايزيك تكابل معانا. كابت الخطيب هو اللي بيحكي هذا الموضوع. فبتكة بكة. فكابت الخطح له وقال له كده عرفت قرارك. هي دي الطريقة اللي بيمشي بها النادي الاهلي من الف تسعمائة وسبعة او بلاش من الف تسعمائة وسبعة من من فترات طويلة لغاية دلوقتي. رأي المجين الفني. رأي لجنة الكرة. رأي اللاعب. والقرار بيبقى في النهاية هو في ايد الله. هو ده الطريقة اللي بيها. وهو ده الاسلوب اللي حنفضل ماشيين بيه. اي بقى مؤامرات. آآ نظرية المؤامرات دي موجودة في بعض ما اللي هي يشجع النادي الاهلي بطريقة او باخر. نظرية المؤامرات دي يعني يقول لك اصل النادي الاهلي بيضغط على الطرف الاخر علشان يخلي احمد يرجع له. والكلام اللي حضراتكم كنتوا سمعينه خلال هذه الفترة. والموضوع محدش كان بيتكلم فيه اساسا. محدش كان بيتكلم فيه اساسا وعندما في اعادات ودية لما تيجي تسأل اي حد يقول لك يا جماعة الموضوع اتقفل خلاص. الموضوع اتقفل.